وإلى البرصة المصرية حيث تبين أداء مؤشرات البرصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وسندق الاستثمار الأجنبية والعربية والمستثمرين أفراد المصريين خسر رأس المال السوقي نحو 5 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 668 مليار و 531 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 10097 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساول أوزان بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة هبط مؤشر إي جي أكس 100 متساول أوزان بنسبة 500% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة ترجمة نانسي قنقر